هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 394 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 87 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية فما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 19 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 48 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانبي ضبط 20 طن من الأسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تمكنت الوزارة من ضبط 62 قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 52 طن من الأقماح المحلية في مجال مخالفة تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر